الكل بيسأل طبعا هنعمل ايه في الموسم الجاي ويمكن بعد قرار استبعاد سيناريو انك انت تلعب دوري مضغوط او دوري استثنائي عشان تقلل الجاب اللي مش عارفين نعواضها وخصوصا مع التزامات المنتخب الوطني والتزامات الاندية في الموسم الجاي وهي كتير جدا محدش عارف الموسم الجاي شكله هيكون عامل ازاي ده كان سؤالي كابتن احمد بلال اللي مرة تانية براحب بيه في السادسة ده كان سؤالي كابتن احمد قبل الفاصل متأقع شكل الموسم الجاي ازاي و ايه المشاكل اللي هتنتج عن كثرة المسابقات من ناحية وفكرة انك انت تلعب دوري بشكله التقليدي من دورين اشخدلك في حاجة تالتة اضيفة للحاجات الكتير اولي موجودة السنة اللي جاي ان شاء الله كس الرابطة رابطة الاندية وده المسمة يعني الجديد بيخلاف طبعا كس مصر يعني عندنا كس مصر يعني بص معي عد معي الموسم اللي جاي ده ان شاء الله المسابقات تتوب عامل ازاي اولا عندك بطولة الكاس العرب اللي هي قبل بطولة افريقيا شهر 12 وبعد كده بطولة افريقيا شهر واحد كلمة على مستوى المنتخبات وبعد كده عندك كاس عالم ان شاء الله لو ربناك ارمك تلب كاس عالم السنة اللي جاي تمام فده معناي ان انت من بداية الدوري العام المصري لشهر للسنة اللي بعد الجاية فانها مش ترايح خالص لانت كاس عالم وهتكمل بقى دوري عام واما ازاي دي ارتباطات وطبعا انت داخل بقى في التصفيات افريقيا وكاس العالم واحنا هنلغي الموسم غريبا بتاع كاس العالم يعني مفيش معاش غريبا يعني مش هيبقى عندك واقع هتستعد بكاس العالم ولا خد بالك ما هذا ماشي على كل بلاد الدنيا بس كل بلاد الدنيا ابتدت النهاردة مسابقاتها المحلية انت لغاية النهاردة ما قولتش باسم الرحمن الرحيم انت رفع ايدك دي رقم واحد رقم اتنين عندك الاندية بقى بطولة دوري عام مش سوبر ماصر بقى وصبر افريخي وصبر محلي لا بطولة دوري عام بطولة كاس مصر كاس الرابطة بطولة افريقيا تمام وممكن تدخلك لو الاهلي ربنا كرم وان شاء الله في بطولة افريخيا ممكن يبقى عندك كاس عالم للاندية وانت عندك كاس عالم للاندية وانت عندك كاس عالم للاندية تمام وهيبقى عندك واحدين كاس عالم للاندية اتنين كاس عالم للاندية فانت مفيش وقت لأي حاجة فموسم هيبقى موسم صعب جدا 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 على العيبة وعلى الاندية وعلى المنتخب موسم صعب مرهق بشكل غير طبيعي غير طبيعي ممكن تستثني منه مش عايز اقولك تستثني كاس مصر طيب السؤال اللي هنا بقى يعني كاسر رابطة ان انت هتعمله ده هل ممكن يبقى فيه وقت السنة الجاية انك تعمل حاجة كاسر رابطة وتعمل زي ما قلت كده 13 نادي وتقسمها مجموعتين 6 و 6 و 6 و 7 والاول والاول وهنا قد احسن تقول الموضوع اعتقد هيبقى صعب جدا 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 الموسم اللي جاي موسم في منتهل صعوبة جدا على تنظيميا خد بالك يعني انت عايز تنجح انت داخل في معصرة في مصدي يعني انت هتعصر اللعيبة وتعصر الاندية بشكل كبير جدا عشان تخرج بطولة دورة عام جيدة عشان تخرج بطولة كاس جيدة عشان تخرج بطولة كاس رابطة جيدة عشان المنتخب يقد بشكل جيد وده في الاخر هانتج عنه اصابات اللعيبة الانفستمنت اللي بتحطها الاندية pursuing اللعيبة ممكن ما تلاقيهاش بعد كده لاني النهارضا لما ادي لعيب هصاب لا بعرف اسواءه ولا بعرف استفيد منه انا كنادي خلاص اللعيب بالنسبة يعني انهارضا لما اشتري لعيب ثمانه تلاتين اربعين مليون ولا خمسين مليون جنيه مسلا يعني ويبقى اللعيب مكلفني في السنة ستين سبعين بعقده مسلا يعني انهارضا لو فيه لعيب انت بتديله ستة سبع عشر مسلا وانت اشتريته بتلاتين اربعين يبقى ده خمسين مليون جنيه في سنة لما يبقى حجم المتشادي كلها لما اللعيب يتصاب انت افتقدت خمسين مليون جنيه وده رقم مش قليل بالنسبة للميزانات اللي عندها في مصر